نبدأ بيه؟ يعني فيه ناس ممكن أكون أنا واحد منهم محاجة أقول يعني تنية فبنحبش نضيع وقت في المية والعصائر والحاجات دي في الأول بفتر على طمرة وبروح داخل على طول يعني أنا بحب كده على فكرة يعني أنا حب نكسر بطننا بحاجة كده بسيطة زي طمرة كوباية مية طبق شربة يعني منكر أنا بالنسباني نسيب حتة العصائر دي خالص على فكرة أصح أنا بسيب الشربة كمان والسلطة يعني الشربة على حسب إيه أقولك تسيبها ولا لا يعني لو شربة عالية جدا في السعرات زي شربات الكريمة والحاجات اللي احنا بنعملها دي لا تتسابع لأن مش نقصة يعني هي فيه الأكل نفسها لكن لو شربة معمولة بمرأة زريفة بشوية لسان عصور بشوية خضاء يعني كده فيش منها مشكلة أن نحنا نهيئ المعدة الأول بس أنا قصة تهيئة المعدة دي بالنسباني أنا يعني كمروة عندي قناعات مختلفة شوية احنا هيئناها بطمرة بشوية لبن بالحاجات دي فيه ناس بتشرب عصير لازم عصير وشربة وطمرة ولبن مش لازم يعني لماذا التراني؟ حاجة واحدة ممكن حاجة واحدة هيئة معدتي وقوم أصلي وحاجة ما ديش تبقى اشتغلت فما فيش مشكلة في أنها لازم الشربة السخنة لأنها ساعت على آخر الشهر مع كل يوم طبق الشربة اللي هو الحلو ده بيزودني لوحده يعني هو ممكن يدي توازني الجوة أصلا حر على الشربة السخنة لسه كنت هقولك ما بيناش مستحمليين ما بيناش مستحمليين دلوقتي فحتى بنقول في الشهت احنا بنشربها تدفئة لكن دلوقتي لو الشربة زيادة في السعرات يعني مش لازم مش ده الصح اني لازم أشربها ده اللي أنا عايزه له لكن لوحد بيحبها الشربة طب هي اللسان عصفور دي سعراتها كتير؟ على حسب اللسان عصفور متحمر في دهون قده في ناس بتعمله في الفل في ناس بتعمله بمعلقة زيت أو ثمنة واحدة في ناس بتحط قد كده وعلى حسب كمية لسان عصفور اللي في الشربة يعني حين نقول شربة يعني مية جواها حاجة في نسبة تشربها حاجة عليها شوية مية يعني تلاقيك إنه طاج اللي زالها عصفور بشربة إذا كانت مية دي سعراتها أعلى الشربة إذا كانت داقة الشربة أصلا ما عليهاش الفتس بتعيدها الوحدات برافو عليك فهي ديبانز تمالي مفيش عارفة هي على فكرة مفيش تمالي الناسة تسألني ايه؟ مروه ده بيتخن؟ لأ هو ده ايه؟ يعني مثلا القطيف بتتخن؟ لا ما هي حجم القطيف لا ما بتتخنش بالضبط قطيفي قد ايه؟ محشية ايه؟ كام واحدة كام واحدة محمره في الفرن ولا في الإيرفراير ولا في الزيت فما بقاش في عندنا حاجة روتيق الشربة الفكها ما بتتخن لا بس بقولك ايه؟ القطيف تتخمر في الزيت والله في الإيرفراير او في الفرن بتطلعش وحش نا بس ما بتطلعش بتاعت رمضان كده ومش بتطلعش كده أي حاجة غلط حلوة عشان نتبقوا بس بتأثر على صحية يعني انا معاك جدا ان الاكل كله الغلط خطير مش كام بيعمل ادمان حتى بنحبه بس بيعش كده الامراض كترت جدا لانه من كتره ما هو حلو بناكل منه كتير ومش قادرين نبطله صحيح ففعلا بقى فيه امراض عندنا وعند أولادنا كتير جدا مكادش موجودة زمان فأنا معاك جدا ان اي حاجة غلط بتعمها حلو عشان كده بناكل احنا عارفين انها غلط جاء ررجة انكزين عشان يا باردлин